أكد مدير المشروعات الخاصة بالخدمة الوطنية لواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد أن كل شركات الجهاز تغضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة أضاف أبو المجد أن الجهاز سدد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2020-2022 منها 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز و4.5 مليار جنيه ضرائب والباقي للمياه والخدمات الأخرى مشيرا إلى أن الجهاز أمن على العمالة المدنية الموجودة في الجهاز بنحو 230 مليار جنيه